السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتمنى تكونوا بألف خير انتما كتشاهدوا دلفيديو فيديو جديد وصفة جديدة نسمنتنا الاعجاب ديالكم الوصفة ديال اليوم هي سلو او صفوف المغربي لحتى الطبلة مغربية ما كتختها تشيوه في شهر الفاضيل الله يبلغنا ويبلغكم الشهر الكريم بصحيحة والسلامة ولا فاقدين ولا مفقدين ابقوا معي الاخير فيديو تشوفوا المقادير والطريقة تحضير بسم الله اول حاجة نبدو بها هو اللوز كنسلقوه ونزولو للقشرة دياله كنخليوه ينشف وتندخلو للفرن كنحمرو حتى ياخد واحد اللون ذهبي عادة ننزولو بنفس الطريقة ننصوب اللوز بالقشرة دياله حتى هو كنخليه يتقلع مزيان سيبدا يتنفوخ ويترتق عادة يكون تحمر بنفس الطريقة كنحمر الزنجلان حتى هو مقبل غسلته ومنقيته طبيعة الحال عادة نحمروه والزنجلان ضروري نحمروه باش كيعطي واحد المعدق زوين للسفوف وستعملو الزنجلان يكون بلدي من الافضل باش كيعطي واحد المعدق زوين بنفس الطريقة كنحمرتها كوكا او الفول السوداني بنفس الطريقة تنحمر الطحين او الدقيق انا استعملت الدقيق ديال الشاعير ودقيق ديال اللام ودقيق ديال الخرطال وانتو ما استعملو اللي بغيتو باش يبقى سفوف صحي وتيجيزوين كم قاموا نحمروه احتى اخده اللون دهبي كيف ما كاتشوفوا معايا واضح في الفيديو ندوزو باش نكملو السواب ديال هاد السفوف هدا هو الدقيق ديال الشاعير انا شريتو من طحونة من طحون ومليين هدا الدقيق ديال يلان سهو مدعوق مزيان ما كيجيش حرش ابدا بعد الاخواتي يقول كيجيه مصفوف حرش بشاعر ويلان شريوه يكون متحون مزيان هدا الخرطال او الشوفان كل شي متحون مزيان ومغربل ومحمراه من اللي احسن متحمروش هدقيق بزاف حتى يرجع بوني كي يرجع بحلي محروق كنحتاجو جوج معالق ديال النفع البلدي كنحتاجو جوج معالق ديال الزعتر اللي مدقوق ومغربل مزيان حتى ووكي يعطي واحد لمادق زويل ها تسفوف وتيكون صحي جوج معالق ديال القرفة عندي جوج معالق ديال حبة حلاوة معالق صغيرة ديال المسكة حرة دقيتها مع شوية ديال السكر ومعالق صغيرة ديال الملحة باش كتعادل الدوق ما تيجيش هدك سليكون ما زوينش هدا الملحة كتعطي واحد تيد الف الدوق كنزيدو كيلو ونص ديال زنجلان حنا تنصبوا هاد المقادير وحنا تنخلطو شوية بشوية 600 قرام ديال الفول السوداني كيلو ديال اللوز انا زولت منه واحد شوية لتزين ولاخور درتو فمعال دقيق وزنجلان 600 قرام ديال اللوز بالقشرة ديالو اللي سبقلي وحمرت معاكم كنخلطو هاد المقادير جيدا والفواكيس تكون باقي سخونة اللوز والجنجلان وكاوكو تكون باقي سخون باش مني كان يتستحن كيتلق هدك الزيت ديالو كنخلطو هاد المقادير جيدا اللي ما عندهاش روبو فى الدار هتجمح هاد المقادير كاملين فى حد البواطا او ايناء يكون كبير وكاوكو تديه اللي كيتحن التوابيل دابرا تبارك الله فى المغرب بزاف الناس دايرين هاد طاحونات او اللي باش كنتحنوا بها السفوف كنزيد نسكيلو ديال سكار سكيل او سكار بودرة اللي ما بغاش يدير سكار بودرة يعودو بالعسل انا كنفضل سكار غلاسي وانتو ماليكم الاختيار ضروري ندوزو فى الغربال باش كي ما كيبقوش هدك الكوتل ديال السكار فيه كنخلطو هاد المقادير جيدا باش يندمجت السكار مع داك اللوز مع الجنجلان مع الدقيق كيف ما قلت لكم اللي ما عندهاش الروبو فى الدار تصديه اللي كيتحن هاد شي ديال سلو او السفوف راه موجود سبارك الله فى المغرب هاد الناس اللي كيتحنوا هاد سلو انا ادين صوبو غير فى الدار عندي الروبو ادين تحنو غير فى الدار كيف ما كتشوفو معايا كن نجيب الروبو كنصب فيها دقيق مع هاد مكسيرات بدون زيت او زبدة غير هاد المكسيرات كيتلقوا زيت ديالهم كيف ما كتعرفوا زنجلان سبارك الله غاني بزيود دياله واللوز كم قا يدور هاد الروبو كيتحن حتى سيطلق هاد المكسيرات سيطلق هادك زيت دياله كم قا مستمرين حتى سنحصلوا على الشكل اللي بغينا حنايا لما بغاش يتلين بزاف باش يتلقي الزيت دياله غير يهرمشوا شوية ويزيد معاها الزبدة او يزيد معاها الزيت ومن اللي احسن نزيده معاها الزبدة تخليه تغليه حتى سما تتلقاش في هادك الماء ديالها وكترجع اللون ديالها بوني كتعطي واحد الماء دقته هو زوين سلو انا مادي نزيد لا زيت لا زبدة كيف ما كتشوفوا معايا انا حصلت على الشكل اللي بغيت انايا ما قطعت معاكم متش حاجة خليت الفيديو كيف ما هو بشوفوا بانا انا ما زيت شي الزيت او لا زبدة وحصلت على هاد الشكل هادا هنزيد ندهقو شوية او يزيد تليين مزيان باش يزيد يتلق الزيت دياله واللي بغى يلينو بزاف وفي الاخير يزيدو شوية ديال الوز مهرمش ويزيد شوية ديال زنجلان في الاخير باش يحصل على ديك تقرميشة اللي كتكون في السفوف كم قام استمر حتى النهايات الكمية اللي عندي صدقوني كيجي واحد سلو او صفوف كيجي صحي مئة في المئة والناس اللي عندهم الجلوتين او اللي عندهم السكر هاد الوصفة هاد دقيق الابيض ما فيهاش الدهون هرا صحية مزيانة علينا هكا في الفطور او لا في السحور بعد الاخوان سي تسحروا به ما شاء الله كيجي رائع وديد بزاف وصحي في نفس الوقت وانا شاركت معكم الطريقة ديالي كنتمنتنا الاعجاب ديالكم والحادقات المغربيات كاملين كعرفوا سلو او كعرفوا صفوف انا شاركت معكم هالطريقة هادي را بسم الله ما شاء الله را كيجي رائع بزاف وكيجي صحي كيفما كتشوفوا معايا هانتوما را بلا دهون بلا زيت را كيجي زوين هانتوما كتشكلوا به كيفما اعجبكم كاكساين ولا شوية دياللوز مهرمش كيزيدوا في الاخر باش كيحصل على هادك التقرمشة اللي كتكون في السفوف انا ايا خليت واحد الكمية مزد فيها لدهون لزيت ثلاثة شي حاجة واحد تمن واحد الكيلوز فيه واحد شوية ديال الزبدال اللي سبق لي وحمرتها مزيان تمن بقاش فيها هادك الحليب وازتها في واحد طبيسة كيفما كتلاحظو معايا في الاخر ديال الفيديو راه ها سفوف باين اللي فيها الزيت ولي ما فيهش اللي فيه زعماء المواد الدهنية وهاد تقديم كتقدموه كل واحد كيقدمو كيفما بغا وتقديم دائما تبقى حسب الضوء وكتفنو فيه كنتمنا هاد سفوف او سلو هنا الاعجاب ديالكم وبصحة والراحة صدقوني كيجي لديدو رائع بزاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر